اشتركوا في القناة 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 المهم آخر قصد يعني تتكلمي تتقولي بأن كنت تتمنى أنك تتلقي مع أمك تشوف الأم ديالك فين وصلتي يعني المثال ملامحة ديال الأم ديالك يمكن بقى وقلال بالنسبة لك أنت صغيرة دونك هديتي لها هاد الشعر الجميل كسرتي يعني طبوهات للدفاع الهوية الأمازيغية واش كان بالنسبة لك سهل لتبع مرانت أنك تدخلي للفن أغل حقيقة لا أغل حقيقة لا لأنني كبرت يعني في واحد المجتمع بلشك بلشك بقيين بقي المرأة يعني مسدودة عليها لأنه نحن في مجتمع لو دلنات الدجاجة كي ينبحوها نعم ولكن المرأة على الشد عليها يمكن المفتاح فيد المرأة الآن لأن الآن تبارك الله ولا وقت آخر عصر آخر مفاهم خرى دخلوا للتبع مع مرأة يكو لله لا أنت هو في الحقيقة يعني كما قلتين مفتاح فيد المرأة المرأة فيدها مجتمع تعجنوكي فيما بغت هي اللي كتربي الأجيال يعني 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 كينين بعض المسائل اللي كي يجعلوها تكون خجولة باش تكلم خجولة تخرج للعمل خجولة تغني خجولة يعني في كل شي ولكن إن شاء الله نتمنوا المرأة المغربيات فدى هذا الوضع هذا وطلع لنا التهيئة قوية لأنها كفة من الحياة يعني رجل ومرأة كفتين متوازنتين في الحياة ما كينينش المساوات بين الرجال والنساء ما زال غادي يبقى الجسد يعني مجتمع جسد غادي بقى يعني الجسد ديال المجتمع كيمشي بالرجل وحده على الرجل وحده ما يمكنش أكيد تبارك الله عليك أنت عنوان عريض للأغنية الأمازيغية وتي قولوا بأنك غيرت مفاهيم المرأة الأمازيغية يعني كان تحدي بالنسبة لك بأن المرأة الأمازيغية را تبارك الله عليها راوعية رايا مش عربة بيت ونكن را تقدر تدير أي حاجة كان سهل أنك كان حولو كان حولو باش فعلا كان حولو باش نصلو المرأة الأمازيغية نرجعوها شوية على ذلك التريق اللي هو غدي بها الضلام نعم الضلام مرأة مغربية بصفة أما ماشي فقط المرأة الأمازيغية ولكن المرأة الأمازيغية عندها واحد تاريخ كبير نعم واحد تاريخ كبير مثلا عندنا النساء الأمازيغيات اللي يعني كتب عليهم التاريخ اللي يعني ديرين كتر من ما داروا الرجال من اللي كانت تكلموا مثلا على الدهية وكانت تكلموا على الدهية نموذج 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 مازال ما كاينة لا الطائرة لا الطنوب لا التحاجة وكتحكم شمالي في إفريقيا وكتسارفه على الحصن لها واحد لمدة كبيرة يعني فينا هي هاد المرأة الأمازيغية اللي في هاد الحجم وفي هاد المستوى يمتغد ينرجعوا مثلا نرجعوا لنفسنا منين جتنا هات التقفة منين منين شكون اللي دخلنا لهذا الظلام وخرج من ضو ودخلنا لهذا الظلام اللي احنا فيها وماشي من مصلحة بلادي ماشي من مصلحة بلادي لأنني من اللي تنفكر في أي حاجة تنفكر فيها من أجل الوطن المرأة هي قلب المجتمع هي قلب الأسرة يعني أشنو كي يخصنا أشنو كي يخصنا كي تخصنا الأسرة سعيدة من أجل الوطن ونسعيد أكيد للا فاطمة تبع مرانت يعني تأثرتي فنيا بالرئيس الراحل البنسير يعني شنو تعلمتي من الحاجة الحاج محمد البنسير مدراسة نعم دوزت معه ثمانية وثمانين كله حتى الشهر جوج تسعود وثمانين ولكن الحاج محمد البنسير دوزت معه كتير في الأغاني ديالو عن الأشرتة غنائية هو ما بين الناس اللي زرعوا فيها يعني حب الهوية الأمازيغية كما زرع فيها لأستاذ محمد شفيق حب بالتاريخ الأمازيغية عبر شمال الناس اللي يعني بالنسبة التعليم في بلادنا تقصد فيها الأمازيغية وزوروا الناس التاريخ ما هي النتجة اليوم تزور التاريخ وتزور معها التشعب هذا شي يخليك أنا كنت دخلي لقبة البرلمان وكنت أول من يتكلم بالأمازيغية في البرلمان دخلتي للخراط العمل السياسي انضمتي للحركة التقافية الأمازيغية للدفاع عن الهوية الأمازيغية تقافيا وفنيا الآن يعني الآن الساحة الفنية الأمازيغية يعني كيف هي الآن كيف تتشوف فيها أنت لالا فاطمة تبع أمرا الساحة الفنية الأمازيغية يعني كنشوفها كما كنشوف الساحة الفنية بصفة أمال لأنه نحن داب في هذا الموجاة الإلكترونية وهي يعني في الحقيقة موجاة الإلكترونية ضو على واحد الحدد نحن في العصر الأنترنت يعني الأنترنت تعطيت واحد الضوء اللي هو يعني يمشي في أي واحد في الضوء ما باقي يمشيه في الضلام يعني أنه كان يعني عصر الأنترنت ما بقاش مستقبلا غادي يعطي واحد نتجة إيجابية ولكن للمجتمع اللي هما وعيين أكيد ماشي المجتمعات اللي هما يعني مجتمع متخلف ما كيعرف للضوء للضلام هداء 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 خاطر غير قضية الفن الفن بنسبة القارصنة إلكترونية والقارصنة ديال السيدي وبالزاف ديال المسائل الفن في بلدنا في خطار في خطار جدا هي القارصنة كينال في خلال تبلاصة ونكين كينين فنانين تقول كنا نبغين تقارصن أنا ما عندي شركة إنتاج اللي غد دعني أجنزل أغنيتي في يوتوب ما عنديش فن ما محتاج لاب إذا على بتلفاز لكن حقوق الفنان يمشي ضحية هذا مشكل أخر حقوق المؤلف كنت تمنى ان شاء الله باش هذا سميته الإلكتروني باش يتقنن باش يعني يكون حقوق الفنان هذا اللي يكون هكا بقي شاب هذا بكين الفنان اللي عندهم الأمراض مزمنة كيخصو الدواء وشنو غد تعطيه مثلا الموقع الإلكتروني لقع فيه الأغنية هذا اللي شاب تيقولها كانت تمنولوا التوفيق وتمنولوا الصحة يعني جيدة وتمنولوا المستقبل الظاهر من طبيعة الحال ولكن الناس اللي فنوا اللي فنوا يعني شبابهم وضحاوا بالوقت ديالهم لمدة طويلة هشنو غدي هشنو غا يديروه ومثلا عنده الأمراض مزمنة كيين نروماتيزم كيين سكار يعني الناس كل واحدة كيين التباقات في المجدوى كيين التباقات في المجدوى يمكنش أنا مثلا تباق ديال الشباب بوحده ولكن تباق ديال الناس الكبار أو التاني كيخصو بيهم الإهتمام إن شاء الله للا فاطيمة تباعمرانت نتكلموا الآن على اللوك وستيل ديالك في تصميم اللي بس لأن الهوية والرموز الأمازيغية ديما حاضرة حتى هدلي شاغب أو حتى الخواتم تدخلين تي تتصمي هادشي ولا تتشري ولا؟ لا يعني كيين المناطق في بلدنا اللي كتصنع مثلا نقرأ كتدير رموز كيين الرموز اللي كنصيبهم مثلا أنا نعم ما خممتش ديري واحد تشكيلة ديالك بحل تيدرو الفنانين في الوطن العربي أو في العالم تيدرو لباس ديالهم مصممين تيصموا لهم اللباس ديالهم أو مجوهرات أو بارفن أو فراقونس لأي حاجة ما خممتش فهذا القادية؟ كان خدم كان دير تصميم ملابس ديالي وكان دير... ولكن الناس خورين مشاعي لك انتيا الناس خورين في الحقيقة لا، ولكن أنا بالنسبة لما يتعلق بالأمازيغية والمنام يكفي ما يكفي حسن الناس غير يمشيوا المناطيق اللي فيها مثلا هاتشي يمشيوا المدينة التزنيط تزنيط معروفة بالنقرة مدينة تزنيت فيها ملابس تقليدية التي تعطيه جمال الإنسان من المناطق أخرى مثلا نمشي المغرب الشرقي كاين ستيل ديالهم بحدهم قلعات مقونا وارزازات ونمشي الأطلس متوسط نمشي الأطلس الكبير ستيل ديال الحساني اللي تنقول لأنه مثلا الأمازيغ الصحراء راته ما عندهم عندهم تقاليد ما أجملها نعم إذا آخر ألبوم ديالك اللي هو يمحضار الجديد يعني هو رسالة للناس شنو بغت تقول في هاد الألبوم للا تبع مرانت هاد الألبوم يمحضار الجديد يمحضار جديد يمحضار الجديد يمحضار الجديد يمحضار الجديد هما الناس اللي يقرأوا حدا كنقرأوا فلم ندرسة ولكن ما كان قرأوا ش التاريخ التاريخ ديال بلادنا ولا يمكن ولا عمروا يممكن ولا عمروا يممكن نخرجوا في هاد البلاد الشعب الحقيقي اللي كينسجم مع الأرض بدون إعادة كتابة التاريخ باش يتقرأ التاريخ الحقيقي تكلمت على الناس اللي كيعرفوا أوقات الصلاة بلال مغانا هادو جدودنا كانوا عايشين هكذا هادو جدودنا كيعبر يعني دل ديال الحيط أو كيعبر مع الأرض مع الأرض كيشوف يعني ما عنده لما قانا للتحاجة ولكن عارف راسوفين وعارف التوقيت ديال داك الدل في الأرض من شجرة الأرض ولا غير من اللقفة ديالو الأرض كي يعبر بها لأوقات الصلاة وكينين يعني بعط المسائل اللي هما كيخصنوا واحد اللي يرتبط بالأرض دابا لماذا؟ لماذا هاد البلاد نبتات واحد شاب اللي كيلو حلوتائق ديال اللي هو يد يالو في البحر باش يمشي يحرق بقا في أوروبين استحت السواري في بلجيكا أو في هولندا أو في فرنسا علاش لماذا؟ لماذا هذا مثلا ما يعرفش بقيمة بلاده؟ أنا كان مشي مثلا البولدانخرين مقارنتان مع بلادي يعني في بلادي غادي ناكلوا نشرب لما نهز فلوس في جيبي ولكن في البولدانخرين الجغمات الماء ما غادي شيء يلقاه الإنسان إلا ما خلصهاش ويهز الفلوس في جيبه ولكن خصوصا نعرفوا بالقيمة الخيرة ديال هاد البلادي ولكن شكو نصلنا لهذا المستوى اللي كنجهلو فيها اعترف لهذا الأرض بالخيرة وبالمحبة وبالجمالية ديال بلادنا نشكرك على هذا اللقاء الجميل للا فاطمة بعمرانت وشكرك أنك تفاعلتي معنا وتكلمنا وحاولنا نوصل الرسالة ديالك لهذا على العاتق ديالك انتيا كان لنا لقاء معك في موازين هدي سنتين كنا تفاعلنا بالأمازيغية واليوم تفاعلنا بالعربية نشكرك لتلبيات دعوة ديال برنامج موازين ليميسيون الفنانة الأمازيغية الشاعرة للا فاطمة بعمرانت والله يطول لك في العمر والله يخلي لك الصحة ديالك وخلي لك وليداتك عمي يا ربي عمي شكرا عندك جوج بنيات ووليد أوي عندي جوج بنيات وليدة مين يا رب كين شي واحد غادي ياخد المشعل فنياً ولا والو؟ وخبقين صغرات عندي بنتي وفاة كتدير الموسيقى كتدير البيانو ولكن ما عندهاش ما بغاتش هي تدخل ميدان الفني قاتلك خصوات كميل قريتها وانت منصد ربي يكمل عليهم بخير ويكمل علي الجامعة بخير كما قلتي في السنة الماضية كنا يعني درنا بالأمازيغية أنا كنبغي تكون تكون أمازيغية حاضرة نعم يعني في مهرج الموازين يعني كيدوز الفنان يعني بلغته يعني احتصدر بملي كينزل الرسالة كينزلها على القوم باللغة دياله وكيعجبني باش نوصل الناس يعني باش يكون حضور ديال الأمازيغية كما حضور ديال اللغة تيضنين يعني لانني كما قلتلك نكني غلاد أنا كنشوف مثلا كنت تكلم بالدارجة مغربية كنتخل الجملة بالفرنسية أو بالعربية أو بالإنجليزية ولكن من اللي كان ندخلش جملة بالأمازيغية أطيض حكي عليك الكل كين واحد استيهزة خصنا خصنا نصلوا واحد لمستوى نقتلوه هاد الأمراض نفسانية ضد اللغة ديالنا وتقفتنا والهوية ديالنا ره المغرب الحقيقي هو الأمازيغية وشكرا لكم الفنان الأمازيغية الشاعرة فاطمة بعمرانت راجع لكم مباشرة من فيلا ديزاغ اشتركوا في القناة